أهلا بحضراتكم من جديد شفنا الظروف اللي الأهل فيها وإنه برغم اعتلاق الصدارة في نهاية الدورة لغاية التوقف إلا إن الناس مش مبسوطة وحاولنا نستعرض بعض الأراء لتفسير زعى للناس شيء طبيعي إنه النادي الأهلي وصل جمهوره لمستوى عالي جدا من القناعة والرضى بالقيمة حتى إنه لما بيكسب والأداء مش جيد كانت دايما الجماهير تبقى مبسوطة لو فيه روح الأداء ويمكن ده اللي يفسر سبب الألاء شوية الفترة اللي فاتت إنه فيه مطشاط روح الأهلي فيها وشخصية الأهلي فيها ما كانتش موجودة بالنسبة الكافية فبتحسس الجمهور بالألاء عشان كده أعتقد دي جزئية مهمة جدا عند الجهاز الفني وعند اللعيبة في الفترة اللي جاية إنه استعادة روح الأهلي ده كل ما فيها من تركيز من إصرار من عزيمة من رغبة في الفوز من تركيز حتى في المواقف الدفاعية كلها هي دي جاية اللي بتخلق أسباب تفوق الأهلي حتى وإن كان الأداء ما هواش أحسن حاجة لكن على المستوى الفني من المؤكد إنه الأداء بالنسبة للنادي الأهلي والنتائج لا أنت الأول بفوارق كبيرة جدا على فكرة حتى في المنتخبات الأهلي نمبر وان هو ده بقى أستاذ إبراهيم في المنتخبات الأهلي نمبر وان لأنه حنلاقي الناس وهي بتتكلم على السكواد وكل واحد يقول لك بس السكواد والسكواد الكلمة اللي المهام سعاد لي بيحب يقول لك كل شوية الناس لازم أن تطلع الكلمة وكله يشبط فيها الكلمة اللي ماشية للفترة اللي فاتت الاسكواد والأهلي ما عندوش أحسن سكواد وبرامنزة عندوه أحسن سكواد وبعدين تيجي تقول بأمر تيه الاسكواد يعني أنت على مستوى المنتخبات الوطنية الاختيار الأعلى للمنتخبات كلها من لعبة النادي الأهلي واحد وعشرين لاعب منهم تمنتاشر لاعب في اللي موجودين للمنتخب الأول والأولمبي والشباب 18 لاعب من النادي الأهلي لما تضيف الأجانب أن أنت عندك لعبة دوليين إذا كان علي معلول الأربعة كلهم دوليين علي معلول وديانج وبرستاو أنت كده بتتكلم في واحد وعشرين لاعب دولي في فريق الأهلي من منتخب الشباب للأولمبي للأول ده مستر روي فيتوريا والقائمة اللي اختارها باشموندس واللي بإذن الله تعالى مساء يوم الخميس حيبدأ الحلم الكبير هتبدأ رحلة تأهل منتخب مصر بإذن الله تعالى لكأس العالم التصفية ديتها جماعة أولا خلينا نقول لكم أسماء لعبة المنتخب الوطني اللي اختارها روي فيتوريا وفيها سبعة أهلي يعني الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي وفي الدفاع محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وعلي جبر ومحمد عبد منعم وأحمد سامي ورامي ربيع ومحمد حمدي وأحمد فتوح وفي نص الملعب طارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عشور وأحمد سيد زيز ومحمود حمادة وحمد فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات وفي الهجوم مصطفى محمد ومحمد شريف طبعا الواضح من لعبة الأهل الشناوي وهاني وعبد المنع مورامي ومروان وإمام عشور وحسين الشحات سبعة في القايمة باشموندس دا قدنا إيه يا سيد إبراهيم إن إحنا لم نتفائل يعني فكرة إن إحنا ما عندكش أحسر لعبة تعال ناخد كل عناصر لعبة عندنا أحسر مدرب آه عندنا أحسر مدرب حتى بكل الملاحظات اللي البعض بيخد عليه واللي بيقوله يعني هما بيقوله إيه راجع راجع يعني اللي كنت بتعمله وخلين عليه يعني عايزين يقولونه كده لكن هو عندنا أحسر مدرب مش عايزة مناخش طبعا أحسن جهاز دا مش بس أحسن جهاز دا أحسن أجازة دا انتجايب الأحدث في وسائل إعداد اللعيبة وهو الراجل دا بقى النقطة اللي ممكن تبقى خلافية في إيه وللناس مش شايفة ولما تملأ أقول اللي إيده في الماء مش دا اللي إيده في النار المعطيات اللي قدامك اللي مهي مش إيه إن أحيانا يقوله فين فلان وهو يقولك مش جاهز هو ما بقولهاش كده هي القياسات والأجازة اللي بيعتمد عليها بتقول إن الراجل دا جاهز ولا مش جاهز القياسات اللي بيعتمد عليها بيقول إن معدلاته في المباراة بدأت تنزل وإن ما بيش تنزل عنده من وسائل الاستعانة العلمية اللي مش متاح لين احنا بالعلم مجرد اللي احنا أحيانا قد يرضينا أطعى ولا جرينتا ولا دقباصة ولا ترئيسة مقابل حاجات تانية هو عايزها مش هيشوفها بالجهد المبزول من لعيب معين فتلاقيه غير لعيب بيفاجأك تختلف معاه إذا ما كسبتش إذا كسبت هيحسب له التغيير وده طبيعي أي يبقى عندك أحسن جهاز أحسن جهازة وأنا ما أقول عندي أحسن لعيبة بالقياس إلى عدد اللعيبة الدوليين في كل المنتخبات ده حتى اللعيبة اللي أنا سيبتها أنت متخيل أن عندك سبع لعيبة وأنت سايب شريف وحمد فاتح وخندوسي ثلاثة مهم دوليين تفاهم قصدي يعني ولكن في حسابات ليه هو عمل كده كان متوسم أنه حيقدر يجيب مواصفات محتاجة أكتر من كده يا سيد إبراهيم عايزين يعني وإحنا بنقول رأينا أن إحنا ما نلغيش رأي الأجهزة الفنية يعني مش بالضرورة أنا وحضرتك دلوقتي كله بنقوله هو ده الصح هو ده الصح من قناعاتنا احنا وعلى ضوء المعارفة اللي قدامنا معطيات وغيرنا عنده الحق يعمل هذا الكلام ويقايم ومن غير ما نقوله مش من حقك لا من حقك لكن المصادرة على حق الأجهزة الفنية اللي عنده معطيات احنا مش شايف إنا بتبقى وخصوصا إذا كان فيه رصيد من النجاح قد تحقق صحيح عايزين ناسترده وعايزين ناس سكواد إنت بتقول هو أنا همشي وراء السفتقات اللي بتختار لي أحسن مدير التنفيذ وأحسن رئيس وأحسن مش عارف إيه وبعدين أنا ما لي وما للسفتقات أنا لي دعوة بالحاجات الرسمية المنتخب السفتقات في حالة وحيدة بس السفتقات الإحصائية لما تبقى جهة إحصائية عايزة تعمل إحصائية عن حاجة علمية جهة علمية رقمياً أروح معاك في النتاج اللي تجيبه أو النتاج اللي تجيبه لما تجي تقول لي أنت إحصائياً أنت شط كذا شط على المرمى وقطعت الكنباسة أروح معاك إلى حدود لأن مهما بلغتم الدقة مش هتقدر تحسابها صح أهوه وبعدين تجي تقول لي إيه فرصة بمعيار مين بمعيار مين بتقول أن دي فرصة ودي مش فرصة أحياناً وأنت بتتفرج بتختلف مع اللي بقول أن دي فرصة هنا هنا والخلاف هو جمال كرة القدم صحيح الجدل الذي يحدث فيه جزء من مطاة اللعبة طيب ده بالنسبة للمنتخب الأول وحقول لكم المسيرة بتاعته هتمشي إزاي إن شاء الله المنتخب اللي لونبي كمان ميكال المدير الفن البرازيلي اختار قيمته للمعسكر الحالي معسكر نوفمبر واخد حمزة علاء وعلاء الجابري ومحمد أحمد سيحة ومحمد نديم وخد في رص الملعب محمد أشرف باكر ومحمد طاري وحسام عمجيد وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد محمود وأحمد حسام ومحمد مغربي وأحمد عيد وعمر فايد وخد في نص الملعب محمود صابر وأحمد عاطف ومصطفى سعد وأحمد نبيل كوكا وزياد فرج وأحمد فوزي وأحمد نادر حواش ووليد علي فرج ومحمد شحة ومصطفى أشرف وعمر السعي واخد في الهجوم أسامة فيصل وحسام أشرف وبلال مظهر هنا واضح أنه لعبت الأهل اللي موجودين حاليا حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ده بخلاف مجموعة من المعارين اللي انتقلوا إعارة لأندية أخرى وموجودين في قائمة المنتخب اللي يومبي زي مثلا محمد مغربي زي محمد أشرف يعني فيه أكتر من حد بشموندس لا لا فيه جي ثلاث أربعة موجودين في إعارات خارجية ومتاخدين يعني أي طيب ده فيما يخص المنتخب الأولمبي اللي عنده معسكر إعداد ما كانش اتفق على مباراة لسه منتخب الشباب حديث التكوين اللي راح يشارك في بطولة شمال أفريقيا في تونس اللي بيقوده كابتن واق الرياض ده بقى رهان المستقبل لأنه ما شاء الله في تمانية من لعبة النادي الأهلي تمانية من ولاد النادي الأهلي مختارهم شيطوس معتز محمد وأحمد عبدين ويوسف سيد عب حفيز وأحمد خالد كباكة وعمر خالد بيبو وفارس خالد ومحمد عبد الله ومحمد زعلوك القايمة كلها فيها عبد المنعم تامر وأحمد وهبة وأحمد جابر في حراسة المرمى وفي الدفاع فيه معتز محمد وأحمد عبدين وأحسام عود الله ومحمد سمير ويوسف عبد الحفيز وحسن أبو المعاطي ومهاب سامي وفي نص الملعب مراوان محمود وأحمد خالد كباكة وفارس خالد ومحمد السيد وهادي عامر وكريم حامد ومحمد عبد الله وعمر خالد وعمر خضر واخد في الهجوم مهند محمد وكريم سعيد ومحمد زعلوك تمانية فيه منتخب الشبابة بشماندس مسألة برضو مهمة منتخب الشباب في البطولة اللي في تونس هيلعب بعد بكرة الأربع إن شاء الله مع ليبيا ويوم الجمعة مع الجزائر ويوم الحد مع تونس ثم التلات مع المغرب يعني الحقيقة واقل شيتوس يحسب له كمدرب جريء يعني إنه بعد أسبوع تقريبا أو أسبوعين من تشكيل المنتخب جات الدعوة للمشاركة في هذه البطولة قال لك نروح ما هربش منها وقال لك لسه هجاهز ولسه هشوف قال لك أنا اخترت لعيبة أروح أشوفها وشوف الدنيا ماشية ازاي فحيلعب الأربع مرشات اللي أنا قلتلكو عليها يوم الأربع مع ليبيا ويوم الجزائر يوم الجمعة والحد مع تونس والتلات مع المغرب ترجمة نانسي قنقر